اشتركوا في القناة وضمن موضوع الإعلام والسياسة وقدرة تأثير أحدهما على الآخر أجرينا حواراً مع الدكتور صباح ياسين الإعلامي والدبلوماسي المعروف لمناسبة إصداره كتابه الجديد الموسوم الإعلام والسياسة العلاقة الملتبسة وقد تناولنا في تلك الحلقة جذور وتطور العمل الصحفي في أوروبا والوطن العربي والعراق وما صاحب ذلك من تطور في التقنيات والمطابع والأحبار واللاسلكي والتي وصلت إلى الإنترنت الذي جعل من الصحافة والإذاعة والتلفزيون في متناول يد الإنسان دون حاجة لذلك الجهد الكبير الذي كان يبذله للوصول إليها من قبل ومن المواضيع المهمة التي تناولها الدكتور صباح في كتابه وحاورناه حولها هي الرقابة على الإعلام وكيف تحولت الآن من رقابة السلطة إلى تحقيق حلم الإعلاميين بأن يصبحوا هم رقباء على السلطة السياسية يفزعونها ويربكونها متى ما شاءوا دون خوف من الرقيب رغم ملاحظاتنا السلبية على هذا الانفلات الإعلامي غير المنضبط الذي لا يتماشى مع مواثيق الشرف الإعلامي لكنه قد يتماشى مع مقولة وزير الدفاع الغزو الأمريكي للعراق رامسفيلد مقولته المستهترة الفوضى الخلاق ومن مظاهر تطور تقنية وسائل الإعلام واختراقها لخزائن أسرار السلطة السياسية ووثائقها هو ما عرف باسم موقع ويكليكس والذي تناوله الدكتور صباح في كتابه بالبحث والتحليل وسأبدأ بسؤال الدكتور بعد الترحيب به أهلا وسهلا بك دكتور صباح حول هذا الموقع هذا الموقع دكتور معروف يعني الكل سمع به هذا أقض مضاجع الحكام والأنظمة الذين كانوا مسبقا يتحكمون بالإعلام ويمسكون به بقبضتهم الآن تحولوا هؤلاء إلى هدف للإعلام لأنه فضح أسرارهم وخباياهم وصاروا يخشونه وحضرتك تعرف ماذا حدث لصاحب الموقع هل هو فعلا هذا الموقع لنفهم شون هو هل هو مؤسسة ربحية تهدف إلى تقديم الأخبار والمعلومات المهمة إلى الجمهور أم أنه جزء من العلاقة الملتبسة بين السياسة والإعلام وهي يعني عنوان كتابك شكرا دكتور مضفر في الواقع هذا الموقع ويكيليكس هو جزء من نظرية الفوضى الخلاقة هو إطلاق موجة أنا سميتها تسونامي يعني موجة كاسحة من الأخبار التي تلتبس على المتلقي بعضها صحيح وبعضها مفبرك يسقط المتلقي في حيرة من حقيقة الأمر هي تحمل اتهامات كبيرة لأنظمة سياسية وتحمل اتهامات كثيرة لأحزاب وتحمل اتهامات مريبة لشخصيات سياسية بارزة في العالم والعالم الثالث هي وجهت حقيقة للعالم الثالث وجزء كبير منها بالوطن العربي أحدثت نوع من الارباك في محيط العلاقات السياسية في هذه المنطقة الشيء الغريب الشيء الغريب أن الكثير من هذه الوثائق تحمل صدقية ولكن بين هذه الأوراق بين هذه الوثائق الكثير من المعطيات كانت لها غاية في خلق يعني تناقضات داخل بلدان وبشكل خاص بالمنطقة العربية يعني نعرف إحنا جميعا أنه هذه إطلاقة هذا يعني أنا سميتها مثل الععاب النارية التي تفقع بسرعة وثم تغيب إطلاقها رافق ما يسمى بالحراك الشعبي العربي ووجهت إلى أنظمة عربية وفضحت علاقات ملتبسة يسودها الفساد أو علاقات بين الدول الكبرى وهذه الدول كان الهدف منها هي زعزعة الاستقرار فيها المنطقة ودخول قوات أجنبية وبالتالي إسقاط أنظمة وحلال أخرى وخلق فوضى في بعض الولدان كثير من البلدان حذت بها فوضى لا زالت أثارها مثل ليبيا وسوريا واليمن للأسف الشديد هذه الحملة الغربية المنظمة التي ادعوا أنها قائمة على خرق الكتروني من قبل هذا الموقع لوزارة الخارجية والسفارات الأمريكية وأحيانا البريطانية ولكن هذا جزء من الحقيقة الحقيقة الكبرى أن هناك عملية صدمة كبيرة لهذه المواقع المستمرة أو المستقرة لهذه البلدان ومحاولة خلق فكرة الفوضى ومن خلال الفوضى ممكن أن تحقق أهداف غير شرعية بإسقاط الأنظمة أو خلق صراعات أثنية وطائفية داخل هذه الجول طيب دكتور هذا تحليلك منطقي ولكنه قد يتقاطع مع ما تخذ من إجراءات ضد صاحب الموقع يعني إذا كانت السلطة سواء في الولايات المتحدة أو في أوروبا أي سلطة وراء هذا الشيء فلماذا إذا طورد صاحب الموقع والتجأ إلى سفارات ولا أعرف الآن ماذا حل به هل أفرج عنه هل بقية ما دي تقدر تقدم منه يعني دكتور مظفر هذا جزء من السيناريو الولايات المتحدة الأمريكية لما رادت إبل لادن دخلت عليها وقتلتها وأخفجتها بطريقة درامايتيكية يعني هل توقع أنه هذه القوة العالمية الكبرى والقوة المتحالفة معها لا تستطيع أن تصل إلى سنودن أو الآخرين نعم هي أطلقت أحكام عليه وتهديدات وأحالتها إلى محاكم وأصدرت عليه أحكام بالواقع ولكنها في نفس الوقت هي المستفيد الأخير من هذه المسألة وأنا أتوقع هذا تتكرر بحيوة آخر يعني هو هسر دس إلك دكتور هل ما زال يكشف لا هو أولا جزء من الوثائق لا زالت لم تنشر جزء من الوثائق هي سر بجزء هو الجزء الآخر اثنين قد يخرج سنودن آخر في مكان ما آخر أنت تعرف الآن تقنيات التواصل ضمنها الأنترنت في شباب أعمارهم أعمار يعني مبكرة حتى مراهقين بعقولهم الجبارة بعبقريتهم استطاعوا أن يفتحوا رموز أكثر المواقع استعصاء بالعالم وهو على سمين المثال البنتاجون ودخلوا عليه وحثوا تخريب بآليات توزيع القواعدة الأمريكية بالعالم ونقلوا قطعات من قاعدة إلى قاعدة يعني أقول هذا النظام الألكتروني والجيوش الألكتروني عند الدول لم تعد محصنة تماما يعني يستطيعون شباب لديهم قدرات خارقة أن يستقدموا نفس الوسائل الحماية اللي مستخدمتها هذه الأنظمة لتخريب الأنظمة بداخل وانت تعرف الجراثيم الألكترونية اللي تطلق شو تخرب أحيانا حتى تخرب موبايلاتنا يعني مواقعنا زين دكتور قدر تعلق الأمر بالعراق نعم ماذا كان تأثير هذه الوثائق التي كشفت عن العراق هل هناك شيء كان مهم نعم فيه أشياء كثيرة يعني لمشاركة الدول في العدوان على العراق 2003 نعم كشفت الأكاذيب الكبيرة اللي أطلقتها الولايات المتحدة نعم بشأن تملك العراق أسلحة الدمار الشامل النووي الكيميائي الجرثومي ولكن هذه أصبحت بالماضي هم الأمريكان اعترفوا يعني الآن فيه فيلم شهير ديفايس اللي يتحدث عن ديكتشيني نعم وفضح دوره هو هذا الفيلم يتحدث كيف صنعت هذه الكاذيب هذه الكاذيب سواء يفضحها ويكيليكس أو يفضحها آخرين هم أصحاب الشام بعد أن اتناقضت مصالحهم داخل الولايات المتحدة والأمريكية وخسر حزب الحاكم وإجل حزب المعارض أصبحوا يكشفوها فهي جزء مثل ما أشرت بالبداية إلى هذا التسونامي اللي يحاولون يحطموه بالجدران الحماية للأنظمة الوطنية بالعالم الثالث اللي تعتقد هذه الأنظمة أنه هي محصنة ولكن اكتشفت بعد حين أنه حتى أسرارها الوطنية الداخلة هي غير محصنة كما هي أسرار الدول العظمى نعم طيب أنت الدكتور يعني وصفك جميل لهذه موقع وكلكس تصورتها على أنها ألعاب نارية نعم أبهرت الناس نعم ثم اختفت نعم أو أنها تسونامي الذي يهجب مرة واحدة نعم وينحسر نعم يعني هل يعني هذا أنه احتمال تتكرر أنت قلت لي ربما ولكن احتمال تتكرر يعني بأي صفة تتكرر بأسلوب آخر عندما يحتاجوها يخلقون هذه الفقاعة يفجروها ويحدثون في يعني ضمن الأسلحة الدمار الشامل في سلاح اسمه القنبلة الفراغية هذا اللي تحدث أنه تسحب ما موجود من أوكسيجين في لحظة واحدة في الجو فتبدأ الأشياء المادية تصدم ببعضها تفرق ببعضها يعني مو أكس القنبلة التقليدية اللي تعتمد على البارود اللي هي من الداخل إلى الخارج هذه القنبلة الجديدة من الخارج إلى المركز نعم للقنبلة النووي هذه الأساليب اللي تستخدمها يعني وهناك علماء يشتغلون على هذا الموضوع يعني هو هنا نقطة الالتباس اللي صعب فك أسرارها بين السياسة والإعلام للأسف الشديد هذه وسائل إعلامية ولكنها تستخدم بدقة من قبل دهاقنة السياسة وتوظف وفعلا أسقطت الكثير الكثير من الدول في مشاكل داخلية يعني صعب الفكاك منها يعني أفهم من هذا أنه ما زال الإعلام تحت سلطة السياسة والسياسيين إطلاقا لن يخرج دكتور الإعلام قوة والسلطة الحكومة قوة في تنازع قوة بين الإعلام والسياسة يعني أنا على سبيل المثال أنت رجل تاريخ لو تروح تقرأ تاريخ الصحافة العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية إلى مثل 58 ستجد تاريخ الصحافة هو تاريخ السلطة وتاريخ السلطة هو تاريخ الصحافة من صير فسحة دموقراطية لسان الصحافة يمتط طويلا من تتقلص الدموقراطية تكمم الصحافة وتضغط ويضع رجالها في السجون بين مد والجزر إذن هذه الإزدواجية لا يمكن أن تفترق إطلاقا لأنه مثل ما أشرت في بداية حديثي هو تنازع على السلطة الإعلام متمسك بحرية الرأي والتعبير كما أجت بالمواثيق الدولية والسياسة متمسكة بتأكيد دور الدولة ودور الدولة هو مرتبط بالقضاء والقمع والتكميم إلى آخره يعني غير المزايا الإيجابية الأخرى في دور السلطة اجتماعيا طيب أيضا أعود إلى موضوع الصحافة نحن رغم أنه اتطرقنا إلى الحلقة السابقة اتطرقنا للصحافة الورقية حضرتك قلت ويختلف معك البعض في هذا المجال من الإعلاميين قلت في كتابك أنه لا توجد كارثة بالدقة أقول لك لا توجد كارثة تنذر بتداعي الصحافة الورقية أمام الهجوم الكاسح لموجة الإنترنت والصحافة غير الورقية في الوقت الحاضر كيف تفسدها؟ دكتور أنا يعني مؤمن إيمان كامل أنه ليس هناك وسيلة إعلامية طردت بشكل نهائي وسيلة أخرى وهذا مو أنا يتحدث يتحدث تاريخ الإعلام لما تقدمت الإذاعة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين وأصبح الراديو شيء مبهر أنه أنت جالس في مكان وتسمع صوات ما كان هذا إلا بفضل تقنيات الكهرباء لم تتراجع الصحافة لم تتقلص بالعكس معطيات أن الصحافة كانت تنتشر ولما ولد التلفزيون والناس تبشرت أن تجد هذه الصورة المبهرة اللي هي صوت وصورة ويحضر لنا المذيع بكل إناقة داخل غرف صالونة توقعوا أنه الإذاعة ستنتهي بالعكس الإذاعة الآن لها محبي كثر أنا من محبي الإذاعة أنا أفضل الإذاعة على التلفزيون فيها ذائق الإذاعة وبقت الإذاعات بدليل الآن ومتتع بعيونك لا ممتتع بعيونك هي تمثلك متعة هي تشاركك في التخيل في التصور الإذاعة يعني أنا أذكر سابقا كنا نسمع أفلام بالإذاعة كانت الإذاعات المصرية صوت العرب اللي تسمع فيه بغداد طوبة الكرة القدم كرة القدم ونتماهى مع المذيع ونفرح بالوصف وبالتالي الإذاعة تخلق فينا شعور تشاركية يعني التلفزيون تأتي الوجبة جاهزة تأجي مثل أنا أشارك في حفل شواء لحم وأمارس بالشواء وأاكل غير لما يجيني طبق لحم جاهز للشواء من إجا الأنترنت وإجا الفيديو إذا تذكر قبل قبل أنه ممكن إحنا نسوي أفلام VHS ونشاهده بالفيديو ولكن ما انتهى التلفزيون نشاهد بأفلام أطيك مثل آخر الآن السينما السينما لا زالت موجودة وحاضرة ولا زال إلها رواد رغم أنت ممكن تشاهد الفيلم على الأنترنت هي بس غير الأجواء غير سينما ولكن هي يعني هذه الممارسة الودية مع هذه الوسيلة أنت تروح وكامل لناقتك وتأخذ عائلتك وتقطع تذاكر للسينما وتشتري لهم فشار أو شامية وتجلس وتشاهد الفيلم وتخرج هذه يعني نسميها سفرة أو طلعة أنت تحبل إذن هذه الجرات وأعطيك يعني كلام أخير اذهب إلى مصر وشوف الأكشاب يعني نحن نعرف مصر أربع صحف كانت الأهرام الجمهورية أخبار أخبار اليوم مثلا هاي الصحف القومية يسموها الآن تروح الشارع طلعت حرب ويمت بولي تجد خمسين عنوان صحافة وكلها تشتغل ولا ما كان اختفت إذن باقي الصحافة مع هذا الدكتور تسمح لي أنا عندي واقع الآن حدثت معي خلال هاي الأشهر الماضية أنا لاحظت أنه جاري مشترك بجريدة نعم وجري أحد الصحف الأردنيين وبدت الجريدة تتكدس أمام بابا أو عند الحارس دون أن يأخذها فجيت علي قلت له أبو فلان يعني أنت هاي الصحف أنت مشترك بيها ودافع فلوس قل لي أنا بعد ما احتاجه أنا أدور علانات أدور كذا هذا عندي بالتليفون قامت تجيني إذا تريد اتفضل وخذه أنا استوليت عليها طبعا خرم هذا وفعلا كنت أتمتع بيها لأنه هناك أمور لا أجدها في الإنترنت موجودة في الجريدة صفحات أخرى وحتى بالبيت بالعائلة بدأوا يفضلون أن يشوفون جزء من الجريدة الجزء الثاني منها لأسباب أو لأخرى يعني هذا يعني أنه معناته أكو ناس بدأت تتخلى عنه أكو ناس بدأت تتخلى يعني هذا أصاحب مصلحة نعم هذا يعني رجل أعمال هذا له سبب ولكن في ناس لا زالت نصر عليها يعني أنا أقول لك شيء قد يبدو غريب إليك وغريب للمشاهد أنا عندي أصدقاء مشتركين بصعف عربية يجمعوها نهاية كل أسبوع ويطلون إياها أقراها ما أقرأ أخبار بيها الأخبار انتهت تدعف تعرف أنت علامة الأخبار تحترق ثاني يوم يتغير الحال لكن أقرأ بيها كتاب وعلاميين وتحقيقات واستطلاعات تبقى جريدة مثل مخزن المونة بالبيت مخزن المونة قد ما نحتاجه يوم ولكن نحتاجه لشهر كامل الجريدة تبقى بيها إعلان وبيها خبر وبيها مقال افتتاحي وبيها رأيي وبيها تقارير ما نجتها في مكان آخر لذلك قد تتراجع ولكنها لا تضمع تقلص الدكتور أنا يعني الآن في الكشك لا أجد الصحف التي كنت أراها قبل عشر سنوات مثلا مع العلم الأردن مسموح لهذه ما تنتهي دكتور تتقلص ولكن لا تنتهي الآن تقتصر على بضعة صحف البعض الصحف صارت توزع مجانا توزع مجانا الصحف في بريطانيا أيضا تقلصت أحجامه تقلصت أعداده أصيبت البعض بخسارة نعم أتفق إياك أتفق إياك أقول لك شغل من أيام كان عندنا تلفزيون أسود وبيض وفجأة انطلقت علينا تقنية الملون الشنة هذا التلفزيون سوينا شننا أول مرة بالمغزن ثم ربط البيت شافت أخذ حيز كبير ودينا للسطح وورا ثلاثة شراء أربعة بعنا البائع متجول ما تنطرد بسهولة الصحافة تبقى الصحافة تتقلص نعم تتراجع نعم مثل اللذاعة تراجعت نسبيا ولكن بقت هي مصدر لربات البيوت لسائق التكسي بالمحلات العامة الشباب اللي يسمعون الأفأم ويتماهونوا إياها اللي يبحث عن أخبار سريعة وهو خارج موقع الاطلاع عليها يروح للذاعة فهذا يعني حديثك يشجع أصحاب الصحف والصحفيين على الاستمرار في أعمال أنا ما ندريش قد المردود المادي وأيضا المردود المادي بغض النظر أنا أقول لك أقول لك شيء كل الوسائل الأخرى التي أتت ولدت بعد الصحافة اعتمدت على رجال الصحافة اللي يشتغلوا بالإذاعة هم قادة الصحافة واللي يشتغلوا بالتلفزيون هم قادة الصحافة وأنا أحكي لك من واقع عملي أنا حملت فترة طويلة بالإعلام وكانت نقيب صحفيين وأعرف كيف يتنقلون من الصحافة ثم يكتشفون أنه ممكن يقدم برنامج سياسي جيد بالإذاعة ثم يشوفون له حضور جميل يأخذوا للتلفزيون إذن الحاضنة أو المفقس للإعلامين هي الصحافة وتبقى تقريبا لحد كبير هي موئل المهنة الإعلامية نعم أنت مدافع بقوة عن الصحافة صلب أيضا يعني قد يبرر لتاريخي أبد يعني ما توقع بعد عشر سنين لا لا ما توقع الشباب دكتور الشباب الآن ولدنا أقول له هاك هذه القلم مورقة أكتب بيقول لي ما أريد أريد أن أكتبها أطبعها بالإنترنت ما يقبل مفكر هاي قبل إحنا نفرح بها ما يقبل بها ما يريد هالكوش أسويش أكتب بها يعني لكل جيل معطياتها ولكن يعني أنت تتذكر راديو للترانسيسنر دكتور كان ما يفارقنا ولكن فارقنا ويانا إيشان مرافقنا ولكن فارقنا لما شفنا تقنيات أخرى يعني هس على سبيل مثال واحدة من الهموم أنا شخصيا اللي عاني منها أنه في اللحظة اللي أفقد هاتفي الخلوي أفقد الموبايل ليش لأنه هذا الموبايل صار بأرقام تلفون أصدقائي وصار بأستلم الأخبار وصار بأستلم الصور وصار بأخزن حتى رقم صندوق بريدي نعم هذه كل مرحلة إلهم أطياتها بس هذا لا يعني أنه ما عندي داتا موجودة في مكان آخر ما عندي معلومات موجودة في مكان آخر تبقى قد تضمحل ولكنها لا تختفي حتى هذا النقاش أنا وياك نوصل لقناعة مشتركة أنها قد تضمحل مثل اللي ذاها يا دكتور هسا كم واحد أنت عندك راديو بالبيت بالسيارة أنا ما عندي راديو بس بالتليفون أكو برنامج يا دكتور الآن يقول لك أي محطة بالعالم تريد تسمعها تنزل هذا البرنامج عبارة عن خارطة ما لكرة الأرضية نعم والنقاط وتروح وتسمعها نعم إذن موجودة اللي ذاها في حياتنا موجودة بس مؤسس ربط البيت ربط البيت قبل إحنا نقعد نيمر راديو هون التفنس سائق التكسي إيه لا مو كل شيء بمرحلتها كل وسيلة بمرحلتها طب للتلفزيون أقصد إحنا ما ندري بعد عشرين سنة شراح يطلع من معطيات نعم صحيح يعني إحنا منتحدث على الموبايل يمكن لو تتحدثي على الموبايل الف وتسعمائة وسبعين تقول لي راح يتحول التلفون إلى علبة سيجاير موجودة بجيبك يعني معذرة يعني لا أتفق معاك أو أسخر معاك الآن صار معطي نعم موجود زين في كتابك خليني أرجع لكتابك نعم وأرجع إلى موضوع الانفلات الإعلامي اللي نحكينا ربط ما بالفوضة الخلاقة قدت عبارة موجودة كعنوان نعم من الهيمنة إلى الانفلات الإعلامي ما هو أنا أعرف شرحت لياها بتيجي الحلقة ما هو أثر ذلك على المجتمع العربي شوف المجتمع العربي حقيقة يعني عنده عطش لوسائل الإعلام عطش هذا العطش أتى منه أنه الدولة الوطنية بعد الاستقلال لفترة طويلة للتسعينات تقريبا هي محتكرة وسائل الاتصال اللاسلكي اللي ذاعة في مقدمته وما تحتكرة البث التلفزيوني بعد التسعينات هذه مرحلة كثير مهمة بعد أن صارت أقمار صناعية تغطي المنطقة العربية واتطورت تقنيات وسأصبحت للدولة أنه تصعد للفضاء صار هذا الصعود في بدايته منظم ولكن الآن يعني مثل الباص السياحي يصعد واحد وينزل عشرة يصعدون عشرة ويصعد واحد يعني أنا أطلع على تقرير النائلسات مثلاً لعدد القنوات العربية اللي تسلق للأقمار سنة واللي تهبط لأسباب اقتصادية وضغيب يعني أنا قبل بالثلاثينات لما أريد أسوي جريدة كل يحتاجوا لاثنين محررين وبندياً ورق وأجر مطبعة صحيح واتفقوا يموزعي يوزع بشار رشيد على المقاهي البرلمان صحيح كذا الآن حتى أسوي قناة فضائية يريد لملايين صحيح وهذا استثمار كبير إذا ما مثل عائد أنا ما أسوي قناة فضائية لصدقة جارية تالي شلون مني موله أنا أسمي التلفزيون دكتور مثل التنور مثل الفرن حتى يكون دائما احتراق يعني يكون به دائما النار يجب أن ترمي به أموال إذا ما تعود هذه الأموال بالإعلان أو بشيء وآخر أو مثل النار أيضاً هي كل ما ترمي بها تقول هل من المزيد طبعاً يعني يعني أنت تعرف بالتلفزيون هذا التلفزيون يعني المثير المواطن دائماً يريد شيء جديد إذا تكرر لبرامجك صبح وليل صبح وليل يقول لك مع السلامة بالتالي هذا الاختراع المثير تطلعه روموت كونترول ترى هذا صار فالديزيز فالمرض عندنا مرض أنا أول ما أستيقظ الصباح أفتح التلفزيون أفتح روموت كونترول أروح لاختياراتي ثم تأتي الأم مروان تأخذها تروح لاختياراتها ثم يجي ابني يروح لاختياراتها أصبح هذا جزء من شخصيتنا روموت كونترول نحن نتحكم به نحن نريد الرسالة تجينا قبل ما كانت لما كانت قناة وحدة للدولة نفتح التلفزيون في وقت البث وهو السيد السائد بالعائلة هذه العلاقة يعني أصبح به نوع من التماهي بين الإعلام وبين الش الذاتية بين الشخصية الذاتية صرنا نحن نختار هذا شي خطير الآن دكتور تحليلك شي خطير على المجتمعات الأوروبية العربية وبالذات العراق اللي بدت التلفزيونات تبث الطائفية والسحر والشعوذة والمذهبية أنا أقول لك شي التلفزيون بدأ يفرقنا أنا دائما أسأل طلابي بالجامعة وهم يعني شباب أقول لهم كم تلفزيون ببيتكم أجد بعضهم عندهم خمس تلفزيونات فأتعمق بالسؤال ليش يقول والله واحد بغرفة الوالد واحد عندنا بغرفة الجلوس واحد بغرفة نوم أخي واحد بغرفة ليش ليش لأنه يتنازعون على القنوات يصير تنازع في واحد يريد يشوف رياضة والأبي سياسة الأم تريد يشوف الطبغ والبت يشوف الأزياء هذا إضافة لذلك إجانا طيف عجيب غريب مثل طيف البرامج اللي تروج للسحر برامج تروج للكراهية صحيح برامج تروج يعني الأزياء ما تتلائموا يا أذواقنا صحيح هذه مسألة تفكك مو تجمع المجتمع يعني هو الانفلات الإعلامي الآن يشكل خطورة كبيرة على المجتمع ليس في العراق لوحده بل في المجتمع العربي والوطن العربي عموما أول سلطة سقطت من هذا الإعلام هو سلطة العائلة سلطة الأب سلطة العائلة سلطة الأب مهم هذا أنا أقول لك شغلة هسا أنا أروح العوائل بيها ثلاث أولاد واثنين بنات والأب والابن ألاحظهم بالجلسة إحنا نحكي معا كبار السن بحكم تقاربنا أصدقاء الأولاد كل واحد لازم تلفونه عند عالم الخاص واحد يشوف مسلسلة واحد يدزم السجار إحنا لفترة ساد عندنا مقولة بالإعلام أنه والله هاي وسائل التواصل سوت العالم قرية صغيرة ولكن هذه القرية ثق جزر ما تتواصل بيناتها قرية بيها خمسين دار قبل تلتقي في صلاة الجمعة بالجامعة أو تلتقي في بيت الشيخ أو كبير السن نعم إحنا أصبحنا جزر كنا نتجمع على التلفزيون كعائلة كنا نتجمع على التلفزيون ماك واحد يروح الغرف تحت يشوف برنامج وهائلة أنا في كتاب سابق ذكرت رواية وقد هي تعرفها أنت جيدا إحنا كنا موظفين بعملنا نشتغل للنهار وأولادنا بمدارس كذا لما نضرب العراق بعد عدوان 1991 وتوقفت الكهرباء في لحظة شعارة أنه أنا عندي أولاد وعندي عائلة نقعد على شمعة ونتحدث حديث منهم كانت تلفزيون وكنا نركض إحنا وكانت وسائل ما كنا نشوفهم هذا القدر الآن الآن أنت قاعد واحد عمرك 18 سنة يستحيل تضبط ربع ساعة ما يطلع تلفونه ويرسل رسائل هذه خطورة هو بس يقعد يمك وإنما يتركك إلى غرفته أو إلى مكان آخر حتى يأخذ حريته لأن أنت رقيب عليه الأساتذة بالجامعة وأنا معاني بينها تقعد بهذا وقعدين بالرحلة تحت الرحلة حاط التلفون وما شاء الله إصابعة تعزف هرموني على الكلام يعني على البورد ما للتلفون ويترغسون بيناتهم دقل الصف وخارج الصف هذا الانفلات حتى الزوج والزوجة ما عادوا يقعدون سوية هذا خطر الدكتور يعتبر على العمر يعتمد على العمر لا والله لا تدخلنا حتى لو شباب إذا البرامج اللي تريدها هي غير البرامج اللي يريدها دكتور اذهب لأي كافية الآن مقه وانظر أنت إعلامي وافحص الناس قلة اللي هم يتحدثون والبقية قاعدين كل اثنين كل واحد لازم تلفونه هذا شيء مخاطرها يعني أنا مع التقنيات لا أستطيع أن أقول أنه لازم نمنع التلفون نمنع التلفزيون نمنع التلفزيون ولكن نريد لها تنظيم هذه الفوضى ستؤدي إلى غياب سلطة مركزية عزيزة علي يعني هي العائلة الأب والأم وسلطة مركزية عزيزة علينا جميعا هي سلطة المجتمع الموثلة بالدولة نحن نحتاجها هذا إذا استمرت بهالشي حقيقة هي الفوضى الخلاق المطلوبة طيب دكتور يعني إذا كانت هذا الانفلات الإعلامي أو هذا التعدد في القنوات وفي الإذاعات وغيره قد أثر على وحدة العائلة أثر على وحدة الوطن نعم فكيف بنا ونحن نريد أو نفكر على الأقل بوحدة الأمة العربية والعراب عمل سوق عربية مشتركة على الأقل توحيد إعلامي هذا كنا نسعى إلى دائما دكتور أنا بأخير هذا الكتاب حقيقة أثرت مشكلة أثرت قضية قالت هل يعني هاي معطيات وسائل الإعلام الحديثة راح تقربنا بوحدتنا القومية داخل الوطن العربي أنا أفخر يعني كقومي أنه أنا أتحدث عربي مثل ما يتحدث في موريتانيا أنا أتحدث بأمثال وشعر مثل ما يتحدث باليمن ولكن للأسف الشديد الكثير البعض أول كثير من وسائل الإعلام في الوطن العربي الفضائيات بشكل خاص أصبحت تفكيكية وتفريقية وتثير نعرات وتسوق خطاب الكراهية وتسوق خطاب الاختلاف يعني أنا يعني شعبنا الليبي اللي نعتزل العربي الكبير ولكن أنا أرصد إعلاميا مثل في قناتين فضائية واحدة موجودة بزنتان واحدة موجودة في برقة يمكن بعدهم شغل عمل غير يشتمون مدينة هاية وذولا يشتمون هذه المدينة هذا أمر مدمر إحنا وين كنا وين أصبحنا كان إذاعة صوت العرب زين تهز الضمير العربي نعم صحيح تهز الضمير العربي أصبحنا إحنا إذاعاتنا اللي لسه في شديد يعني ضمن هذه الفوضى الخلاقة التي تفضل تفكك عفوا اتحاد الإذاعات العربية يمكن حضرتك حضرت اجتماعات أنا حضرت اجتماعات حكم الشغل في وقتها طلع بقوانين وأنظمة اللي سميناها مواثيق الشرف الإعلامي وغيرها الآن الآن هذا الاتحاد يعني داعش الآن المستقبل في ظوء الظواهر الخطيرة اللي تفضلت بها ألا يمكن أن نجد حلا إحنا كإعلاميين كاتحاد إذاعات كاتحاد صحفيين كتلفزيون ألا يمكن أن نجد حلا ليخرج الوطن ليخرج هذه الأمة من هذا التمزق الحل جميعنا نشوفه دكتور جميعنا نعرفه وما رد أتحدث بالحل لأنه معروف في ضوابط في قوانين في عرف اجتماعي في مسؤولية اجتماعية في نظريات الآن تتحدث عن يعني مسؤولية وسائل الإعلام تجاه المجتمع ليس مسؤولية المجتمع تجاه وسائل نعم هو هذا ولكن يا دكتور نحن في في حلقة مفرغة ونحن في تدهور وانهيار قريب ما نوصل قاع المدمر في الوطن العربي احنا بالخمسينات وهوية كان وضعنا أحسن بالوطن العربي كانت إمكانية قامة وحدة كان تعاون اقتصادي بين الأقطار العربية كانت تكتلات أقليمية الآن بالوضع العربي نحن أسوأ بكثير بكثير مما كنا قبل عقد وقرن يعني للأسف الشديد فيه سقوط بغداد تحت الاحتلال استبيح الوطن العربي ضمن هذه الاستباحة استباحة أعلام الوطن العربي كل هذه الرسائل اللي أتحدث عنها رسائل الكراهية ورسائل التفكيكية والتفريقية والمذهبية كلها تصنع بالخارج أسوأ القنوات اللي تتحدث عن فيه خطاب الكراهية موجودة ببريطانيا تستغرب ليه أشب بريطانيا لأنه فيه منهج موجود عد الغر لتفريقنا لإثارة الحزازات بيناتنا لإثارة الاصطراعات وكل يوم يطلعوا لك شغلة فيه جزء من الوطن العربي طيب ما هذه دول أوروبا قاضت حربين عالميتين كبيرة على قضايا حدودية وقضايا أقليات وقوميات ليش تالي يعني ساد العقل وأوروبا توحدت موحدة لحد ما أوروبا ونحن نذهب إلى المزيد من التفكك مزيد من الصراع للأسف فيه يعني لا أريد أقول برنامج غربي تجاه الوطن العربي ولكن أنا أجد ملابح يعني حرب تجاه هذه البقعة من العالم اللي شهدت وجود يعني أفضل حضارات وأسكل المبادئ والعديان وطلابك يعني هسا الآن نحن نتحدث عن المستقبل طلابك بالجامعة ألم تشعر أنهم يعني ألم تشعر أنهم يرفضون هذا الواقع ويودون أن يكون واقعا آخرا أنهم أصبحوا جزءا منه دكتور في ضمير جمعي عد طلابنا وعد عوائنا عدهم مشاعر يعني موجودة بالجينات للدفاع عن الهوية العربية والوحدة العربية ولكن أولادنا طلابنا تحت هذا الهطول من المطر الكثيف الأسود يعني أنت تذكر في بغداد أحيانا من تجينا عاصفة رمضية وتجي وراها مطر ننصب وغيحنا وبيوتنا وحدائقنا وسياراتنا بلون جوزي هو لون الغبار أنا أشوف هذا مطر أسود يعني شديد السقوط ولكن أنا متفائل لأنه هذه حقيقة لا يمكن إزالتها يعني حقيقة وجودنا القوم الوحدوي مو حقيقة مصطنعة حتى ننادي بيها إن في ظهرنا في تاريخنا يعني حضارات تكاتفت في هالوقت أما ذول الطلاب يعني اللي تتحدث عنهم ونحبهم هم راح يستلمون الإعلام هم راح يستلمون الإعلام إحنا نحاول جهدنا أن نبصرهم بهالحقائق وإن شاء الله ننجح والطارئين مو في طارئين على الأصبح هناك طارئ مو فقط طارئون على الإعلام في الأسف شديد تسونامي من المال الفاسد دخل المال الفاسد تدري مدمر نعم من يدخل بالتجارة المال الفاسد يسوي رشوة ويسوي خيانة أمانة من يدخل زوير وتسويق للمبادئ المنحرفة للأسف الشديد يجب أن يعني أنا أقول لك شخص الدول الوطنية ضعفت أيضا قبضتها أنا من أتحدث على انفلات أحمل الدولة المركزية الدولة المركزية يجب أن عدها 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 ضبط لهذه الوسائل وهذه القنوات أن لا تخرج عن رسالتها الوطنية السامية ولكن للأسف الشديد بدت ترخي الدولة الوطنية تحت يعني حجة الشفافية والحوكمة وحق المعرفة بس مصر أعتقد في مصر ما زالت الأمور أفضل مصر دولة عميقة دولة عميقة وفي يعني في تفاهمات لهذا الأمر الصحفي بمصر عنده أنا درست بمصر ويعني أحتر من الوسائل يعني الصحافة في مصر تاريخ للإعلامي عنده مسؤولية اجتماعية مغروسة عنده الإعلامي لا المصري لا يجرح السلم الأهلي في مصر نعم ولا يجرح يعني واجب الدولة ولا يثير الصراعات والنعرات التفكيكية الأسف الشديد إحنا أنا أشير دائما للمال فاسد حتى مبر الإنسان المال فاسد صبغ بعض الإعلاميين بهذه الصفات اللي تضر بمسيرة إعلامي أنا أقصد شنو في مصر يعني لا أجد أن الفضائيات الكثيرة المنتشرة وهي مسموحة في مصر نعم قد أثرت على الشعب المصري أو على الإعلام المصري مثل ما أثرت عليه في سوريا أو في العراق أو في بلدان أخرى تعيش صراعات شوف دكتور شوف دكتور أقول لك حقيقة في مصر مزحة تقول بس هي تلخص شيء تقول المواطن يموت ولكنه ليس ميت رسميا إلا ينشر في جريد تيلغرام نعم جريدة طبيعة المواطن المصري ما في مواطن مصري يعني لحد علمي أنا في الوقت التي تدرس في مصر ما في مواطن مصري يخرج من بيته إلا وتصحب الجريدة الجريدة تطبع ساعة 12 وتوزع في مصر في قطار اسمه قطار الصحافة بليل نطلع من المسرع ونسينا من جريدة الهرام ساعة 12 بليل تنبع الطبعة الأولى في قطار اسمه قطار الصحافة ياخذ للوجه القبلي للجنوب والوجه البحري للشمال الإسكندري ياخذ الصحف حتى الصحف تكون ساعة 8 موجودة بالإسكندرية نفس الوقت موجودة بسوان وكل إنسان يحصل على الجريدة من نفس المكان ثق لحد الآن في مصر في ناس ينزلون قل نقول بالجلابية حتى يشتري الجريدة ويصعد لشقتها أو ترمى له الجريدة من البلكونة هذا نوع من العلاقة القديمة بين الإنسان المصري والصحافة نعم هذه يعني تعزز رأيك ونظريتك بأن الصحافة باقية ولن تنقرض يعني مصر نموذج روح المدبول اللي الآن روح لتساحة وانظر أنت مراقب إعلامي شوف الناس كيف تشتري صحف من الأرض نعم والصحافة حق للمواطن يعني يطلع على أخبار خليني يعني في آخر رقائنا يعني هذا الحقيقة المهم يعني أريد أسأل عن العلاقة الملتبسة بين السياسة والإعلام نعم اللي حضرتك أشرت لها في كتابك ولي عنه هل هي توافق أم تعارض ولمن حسم الصراع بينهما حاليا سوف دكتور أنا نعم هذا كان آخر سؤال توافق بس أنا لازم أعترف لك أنا دخلت لهذا الموضوع بعد رحلة من التفكير أنه ممكن أخوضها ومخوضها وبعد ثلاث كتب في هذا المجال وقلت العلاقة الملتبسة كنت أحاول أن أصل لحل هذه العلاقة خرجت أنا ملتبسة الآن أنا ملتبسة حقيقة هي يعني تصارع قوى المجتمع وين تنعكس دكتور تنعكس بشكل بارز على الإعلام صراع الدولة في الحصول على مكاسب بالمجتمع صراع المجتمع في الحصول على حقوقه صراع رئيس المال صراع القوى الكادحة صراع منظمات المجتمع المدني صراع التيارات بالمجتمع التيارات دائما يمور أو يغلي بتيارات يعني تروح تيار قومي قومي يعني موضوعي وقومي بعد دقماتي يعني على السابق وتلقي تيار رساري ماركزي وتلقي تيار وسطي كذا هذه وين تظهر؟ تظهر بهذا الوعاء الكبير اسم إعلام فهذه العلاقة ستبقى مجتبسة إحنا في حديثنا على التباس فقط أتحدث عن أنا النقطة الجوهرية اللي نتفق بها كنا سياسيين وإعلاميين هو حماية المجتمع هذا الإعلام يجب أن يكون صوت المجتمع ضد تغول الدولة الدولة مهما تدعي دموقراطية بس هي بفعل تكوينها هي سلطة والسلطة قوة والقوة في تطرف تقوين تحمي المجتمع وتخدم المجتمع بنفسه غير تغول الدولة أيضا يجب أن يحميها من أشياء أخرى يحمي المجتمع يحمي المجتمع نعم يعني من هذا تفضلت بيها المذهبية الطائفية التفرقة الأمصرية الإباحية اللا أخلاقية نعم في كثير أمرأة يحميها من الأمية نعم يعني هسه بالعراق أقرأ أرقام حزينة عن تزايد نسبة عن يعني الهروب من المدرسة صحيح يعني قبل إحنا من أربعين طالب قد يهرب طالب أقصد يهرب يعني يترك المدرسة هي يتسرب يتسرب تعبيرك جيد الآن يعني رقم ما أذكره يدخلون مليون طالب يتسربون 750 ألف و250 ألف يخلصون جامعة صحيح هذا تدمير هذا تدمير يجب أن الإعلام يقف وقفة جادة وشجاعة يساند الدولة نعم بس يساند المجتمع في حقه نعم يعني 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 الافتراق اللي يصير أو الفصل اللي يصير اللي يريد بين الدولة والإعلام يجب أن يكون بأطر القوانين والعراف مو فصل قمعي يعني مو أنا أسجن الصحفي أو أقتل الصحفي أنا أمكن الصحفي من أن يدد دورة أطي دورة أنا كدولة ودولة أنا أسمح للصحافة وأحترمها وأطيها دور في تصحيح مساري مو كل أعمال الدولة في كل العالم هي أعمال صحيحة واد بالإعلام أن يراقبها وأن يمكن المجتمع في أن يقول كلمتها صحيحة ضد الدولة شكرا جزيلا دكتور شكرا لكم أعزائنا المشاهدين وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر